حكاية أخرى محمد علي بن رمضان محمد علي بن رمضان يبدو ان الصفقة تعثرت بالنسبة ليه النادي الاهلي واللاعب لن يتواجد في النادي الاهلي تعال احكي لك الحكاية من طقط لسلام عليكم يلا بينا مش موجودة معنا هنا نشوفها هنا ماشي بص يا سيدي في مشكلة مالية بين النادي الاهلي ونادي فرانك فاروزي النادي المجري اللي بيلعب فيه اللاعب محمد علي بن رمضان الخلاف المادي ده هو اللي عمل تعصر فيه المفاوضات بين الناديين على ضم اللاعب خلافات المالية دي خلت الاهلي يتراجع عن الصفقة اللي ما فيش حلول لها حتى هذه اللحظة رغم انه الاهلي كانوا وصلوا لاتفاق مبدئي مع النادي المجري على ضم اللاعب طيب ايه اللي حصل ايه هي الخلافات المالية دي بوش يا سيدي نادي المجري في اليومين اللي فاته دول طلب من النادي الاهلي ياخد 800 ألف دولار زيادة 800 ألف دولار عن الرقم اللي كانوا متفقين عليه اللي هو كان 2.250.000 ألف يورو فهو قال لك لا أنا عايزة 800 ألف يورو كمان ليه يا سيدي ما احنا كنا وصلنا لرقم معقول الطرفين قال لك لا أنا عايزة توصل لتلاتة مليون يورو أسيب لك محمد علي بن رمضان فالنادي الاهلي قال له شكرا مش عايز محمد علي بن رمضان وعشان العشم كبر قوي عند جماهيل النادي الاهلي وكانوا مستنين اللاعب الرأى محمد علي بن رمضان فخرجت بعض التسريبات من النادي الاهلي فيها انه الاهلي مش بحاجة للاعب وسط وان الرقم ده يتدفع أفضل في مهاجم أو في مدافع خاصة في وجود إمام عشور وقافشة وعمر السلاي وأكرم توفيه ومران عطية وكريم ندفد وكل اللعيب الوسط دول فقال لك احنا مش محتاجين لعيب التوسط قوي يعني ولو هندفع رقم كبير ندفعه في مهاجم أو ندفعه في مدافع بعد رحيل محمد عبد المنح ده الكلام اللي خرج من النادي الاهلي طيب هل الاهلي مش في حاجة للعب وسط لا الاهلي في حاجة للعب وسط يا عمهم كتير هقولك لا مارسي الكولر عايز بروفايل أو لعيب بنفس نمط لعب امام عشور هو بيلعب تاني هشرحها فنان بيلعب اربعة تلات تلات فيه واحد بيلعب رقم 6 ادوار دفعية كبيرة جدا وادوار هجومية قليلة جدا وفيه اتنين تمانيات امام عشور على الشمال بيعمل ادوار هجومية بشكل رائع ودفعية بشكل معقول جدا وفيه واحد على اليمين اللي هو بيبقى اكرم توفيقي غالبا ده ادواره الدفعية اكبر بكتير من ادواره الهجومية اي نعم اتطور في الموبارات الاخيرة وقدر مارسي الكولر يعمل معا كده بس هو الراجل عايز واحد زي امام عشور الناحية التانية فعشان كده محمد علي بن رمضان كان ورقة مهمة جدا بالنسبة لمارسي الكولر وما زال حتى لو محمد علي بن رمضان مش موجود مارسي الكولر هيصر على فكرة ويبقى عنده بروفايل لعب شبه امام عشور الناحية التانية الناحية التانية حتى هذه اللحظة بالمناسبة مفيش حاجة واضحة بنسبة 100% ان صفقة محمد علي بن رمضان بازت تماما بس هي في طريقها للفشل مش هتكن الا اذا خلال الساعات القادمة حصل جديد